وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الظاهرين لأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجسة وطخرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمى يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا الحديث يدور بإذن الله سبحانه وتعالى حول العلاقة بين الحكومة والدولة من جهة وبين الشعب وعامة الناس والمؤسسات من جهة ثانية وقد مضى بعض الحديث عن ذلك وسنكمل في هذا المبحث شطرا آخر من الحديث إن شاء الله ونبدأ كما جرى الداب ببعض التأمل والتدبر في الآية القرآنية الكريمة التي تشكل الإطار العام والموجح والمرشد لهذه البحوث والأحاديث يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نتوقف قليلا عند كلمة الأمانات فنقول الأمانة والحكم كما هو معلوم أمانة بيد الحاكم بيد الرئيس أو الوزير أو أي مسؤول في أي موقع كان الأمانة الأمانة تعد من الألفاظ التي يجمعها جامع أنها مع ضدها يقتسمان الشيء بمعنى أن هذه اللفظة وأن هذا المفهوم إذا تحقق وانطبق فإنه يطرد قسيمه وإذا ارتفع فإن ضده الآخر سيحل محله فورا وبتعبير آخر الأمانة في مقابلها الخيانة والعلاقة بين الأمانة والخيانة هي علاقة الضدين الذين لا ثالثة لهما فيما لو انطبق على شيء عنوان الأمانة وفيما إذا كان هناك اعتمان فإذا كانت هناك أمانة في البين فهذا الإنسان الذي بيده الأمانة إما أمين لو حافظ على الأمانة وعمل بالشروط وإما خائن ضدان لا ثالثة لهما إذا كان عنوان الأمانة على شيء إن قد انطبق وعنوان الأمانة قد تحقق فالحاكم إذا إذا لم يكن أمينا فهو خائن حتى المدير مدير مدرسة أو مدير شركة أو رئيس حزب أو نقابة أو اتحادية أو أي شيء آخر أو اتحاد من الاتحادات الاتحاد العمالي نقابة الأطباء أو المهندسين أو ما أشبه ذلك هذا الإنسان إما أمين فيما أتمنى من حقه وحقوق رعيته وتلامذته وأسرته وعشيرته وشعبه ووطنه وإما هو خائن كالليل والنهار إذا الليل ارتفع يجي النهار مكانه والعكس بالعكس فهذا الشخص إما خائن والعياذ بالله وإما أمين وليس هناك حل وسط أنه يكون لا خائن ولا أمين لا فيما لو تحقق عنوان الأمانة على شيء والحكم أعظم أمانة في هذه الدائرة يعني بعد دائرة الإمامة العظمى الحكم أمانة كبيرة خامة تقع في عنق الحاكم والحاكمين والمسؤول والمسؤولين هذا هو التوقف الأول أو الإضاءة الأولى أو البصيرة الأولى في الآية الشريفة فالحذر الحذر إذن من أن يفرط الإنسان في أمانته مهما كانت قد تكون أمانة مادية وقد تكون معنوية قد تكون شخصية وقد تكون نوعية قد تكون في بعد من الأبعاد قد تكون شاملة الحاكم أمانته أمانته من أمين الأمانة ما يفرط أماني وقد تكون عن pas مائيت الأمانات إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نذكر مصداقين من مصادق الأمانة في الحاكم المصداق الأول الضرائب الضرائب كما هو واضح ليس لها في الإسلام موقع وهي محرمة شرعا في الإسلام لا توجد ضريبة إلا الخمس والزكاة على المسلمين أو الجزية والخراج على غيرهم كما ذكر تفصيل ذلك السيد الوالد رحمة الله تعالى عليه في كتاب الفقه الدولة الإسلامية وكتاب الفقه السياسة وغير ذلك من كتبه في موسوعة الفقه لكن لو تحدثنا عن ما يجري حاليا في هذه البلاد في مختلف البلاد هناك ضرائب تأخذ من الناس طوعا أو كرها هذه الضريبة التي أخذت من الناس لو فرض أنه وجد لها أيضا ذلك الحاكم أو البرلمان مسوغا ومبررة الآن ليس حديثنا عن شرعية الضريبة أو لا شرعيتها حديثنا في المرحلة اللاحقة أن هذه الضرائب بيد الحاكم أمانة يجب عليه لأنها أخذت من الناس لكي تصرف في مصالح الناس الآن نسأل سؤال هل الناس يعلمون أين تصرف هذه الضرائب؟ ربما الكثير يتساءلون عن علل هذه الانتفاضات أو الثورات أو التحرقات الجماهيرية المختلفة في الكثير من البلاد الإسلامية التي الكثير منها ظهر على السطح والكثير منها قد يكون نارا تحت الرماد ما هو السبب في ذلك؟ من الأسباب هو هذا أن الشعب لا يرى الحاكم أمينة ولا يرى الحكام أمناء على أمواله على دمائه على سياسته الخارجية والداخلية وعلى غير ذلك في الضرائب هل هناك شفافية؟ هل هناك شيء واضح لعامة الناس تقرير شهري أو فصلي أو سنوي يعطى لعامة الناس أن هذه الضرائب هذه أيضا مصارفها قد أنفقت في فلان شيء في فلان وقت بفلان وثيقة وكان الكم المطلوب لها هو هذا المقدار هل هناك شفافية في الصادر والوارد؟ ماكو شفافية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات هذه أموال الناس اللي اسمها الضريبة أو غير الضريبة أمانة بيد الحكومة هذه الأمانة هل أديت وأعطيت لأهلها اللي هم عامة الناس في مختلف أبعاد ما يحتاجون وما يجب أن ينفق عليهم الحديث حول الضرائب حديث طويل لعلنا سنفرد له بإذن الله سبحانه وتعالى بحثا مستقلا قادما إن شاء الله لكن هذه إشارة المصداق الثاني المصادق الأمانة وقد أشرنا له إشارة عابرة في الماضي وسنتوقف عنده طويلا في المستقبل إن شاء الله ونشير هنا إشارة متوسطة وعاجلة في الوقت نفسه المصداق الثاني من مصاديق الأمانات هو سر الناس وأسرار الرعية وأسرار البلاد الآن لاحظوا كم من الحكومات وكم من الحكام وكم من المسؤولين الذين يبيحون أسرار الوطن الاقتصادية أو الاجتماعية أو العسكرية للحكومات الاستعمارية ليش الناس يثورون ضد حكوماتهم لأنهم ما يدرون ماذا تصنع هذه الحكومة أسرارها للناس الإنسان لا يرضى أن يطلع غيره على سر من أسراره الشخصية إلا في الحدود اللي هو يعني يرضى فإذا أعطى سره لشخص يجب على ذلك الشخص أن يتقيد بحدود الصلاحيات التي أعطيت له أنه هل ينقل الخبر ما ينقل الخبر لمن ينقل لمن لا ينقل الآن هذه البلاد كم هناك من الأسرار الاقتصادية العسكرية الاجتماعية وغيرها في الوزارات في شتى الأبعاد هذه الآن أنتوا تعالوا لاحظوا بلادنا الوزراء بمختلف ألوانهم وأشكالهم من وزير الدفاع إلى وزير الاستخبارات إذا كان وزير في بلد من البلاد للاستخبارات إلى مدير الشرطة أو رئيس الشرطة إلى غير ذلك إلى مسؤولي الشركات الكبرى المرتبطين بالدولة إذا كان هناك تأميم في ذلك البلد هذه الأسرار كثير منها اللي لم نقول بأجمعها بأيدي الأجانب الآن لاحظوا في العراق كمثال من العراق أخذوا إلى ليبيا هل الناس يعلمون أنه المسؤولين في أي موقع كانوا كم هو حدود تعاطيهم مع الآخرين مع الأجانب مع الغرباء مع المستعمرين شنو هي الحدود ومعلومة هذه للناس موقع شفافية اللي لم نزد على هذا الكلام ولم نقل شيئا أكثر من ذلك كما يدور في أذهان الكثير من الناس أنه حقيقة هؤلاء المسؤولون كم هم مؤتمنون على الأمانة بالفعل حافظوا على هذه الأمانة أم لم يحافظوا وهذا تحذير حقيقي لأي مسؤول من أنه إضافة إلى مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى فإن الناس سينتفضون وسيثورون بوجهه ليش لأنه ما قاعد يشوفون قاعد يحافظ على الأمانة يجب على الإنسان إذا كان حكيما على الحاكم على المسؤول أن يتلافى الخطأ متى أنتبه له وتكفي هذه النظر في هذه البلاد المختلفة التي ثارت شعوبها ضد حكامها تكفي هذه النظر لسائر الحكام أنه غيروا غيروا ما بكم الناس أيضا ما عندهم مشكلة مع الحكومة إذا التزمت بالحدود الشرعية والعرفية والعقلائية التي منحت تلك الأمم لأولئك الحكام إذا التزموا بالصلاحيات التي منحت لهم إذن يقول الله سبحانه وتعالى أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والحديث في هذا الحاقل يحتاج إلى متسع أكثر من الوقت لكن هذه العجالة تكفي بإذن الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا أن تحكموا بالعدل الآن ننتقل إلى الشطر الثاني من الحديث ذكرنا أن الإطار القانوني الذي يحكم العلاقة بين الحكومة وبين الشعب ما هو ذلك الإطار وما هي الصيغة القانونية للعلاقة بين الحاكم والمحكم ذكرنا أن الاحتمالات متعددة قد يقال بأن الصيغة هي الوكالة فالحاكم والمسؤولون أعام من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء والوزراء والنوافر البرلمان وغيرهم هؤلاء وكلاء من قبل الناس عليهم أن يتقيدوا بحدود الوكالة في تصرفاتهم وفي أعمالهم وحركاتهم وسكناتهم الاحتمال الآخر أن الصيغة والعلاقة هي علاقة الإجارة فالحاكم هو أجير براتب معين للناس بإزاء مسؤوليات معينة عليه أن يقوم بها الاحتمال الآخر العلاقة علاقة الإذن والمأذونية الاحتمال الآخر علاقته عقد مستأنف يعني العلاقته هي علاقة نابعة من عقد مستأنف هذا أيضا احتمال يعني العلاقة ليست بأي شكل من الأشكال التعاقدية المألوفة المعهودة سابقا وإنما هو عقد المستأنف والعقد المستأنف تشمله الإطلاقات والأدلة من عقلائية ومن نقلية أوفو بالعقود وهذا عقد كل عقد مستأنف مثل عقد التأمين هذا ما دام انطبق عليه عنوان العقد وما دام أننا لا نقول بالحقيقة الشرعية في ألفاظ المعاملات وأنها باقية على معناها الموضوع له عرفا فأوفو بالعقود يشمل ذلك هذا عقد مستأنف هذا أيضا رأي وله تفصيل رح نتطرق إلى لاحقا إن شاء الله أيضا الاحتمال الآخر الذي ذكرناه أن العلاقة هي علاقة الولاية وللولاية أيضا مراتب وفيها أقوال أن هذه الولاية نابعة من من حدود هذه الولاية ما هي هذا أيضا حديث سيأتي لاحقا بإذن الله سبحانه وتعالى إنما نتوقف الآن قليلا حول أن السيادة هذا العنوان عنوان مهم جدا وهو سيال السيادة هي للشعب أم السيادة للأمة يعني سواء قلنا بأن العلاقة هي علاقة الوكالة أم الإجارة أم العقد المستأنف فمن هو الموكل هل الموكل هو الشعب احتمال هل الموكل هو الأمة احتمال آخر هل الموكل هو جهة أخرى لا هذا ولا ذاك كالله سبحانه وتعالى رأي آخر سيأتي هذا الرأي الأخير لكن نحن نتوقف عند الرأيين الأولين إذا قلنا بأن العلاقة هي علاقة الإجارة من هو المؤجر والموجر ومن هو المستأجر ومن هو المستأجر من المستأجر ومن المستأجر هل المستأجر والموجر هو الشعب أو هو الحكومة هذا بحث من هو الآذن إذا قلنا إذا قلنا بأن العلاقة هي الإذن العقد المستأنف من هما طرف العقد طرف الحكومة لكن الطرف الآخر الذي أجرى العقد مع هذه الحكومة هل هو الشعب أو هو الأمة وبتعبير آخر السيادة للشعب أم السيادة للأمة على أنه سيأتي لاحقا أن هاتين النظريتين أو المدرستين لا تتنافيان مع الإلهيين الذين يذهبون إلى أن السيادة لله سبحانه وتعالى لأن يمكن أن الإنسان يلتزم بأن السيادة لله بلا شك طبعا ما في كلام في ذلك لكن هذه السيادة أوكلها إلى الأمة أو أوكلها للشعب أو أوكلها لثلة خاصة هذا بحث لاحق سيأتي إذن لا تنافي بين الفكرتين وبين السيادة الإلهية هل السيادة للشعب أم للأمة في البداية نتساءل ما هو الفارق بين الشعب وبين الأمة الجواب الفارق كبير الشعب يعني آخاد الناس يعني الآن في هذا البلد مثلا أكو مائة مليون خمسين مليون أربعين مليون أكثر أقل من المواطنين في هذا البلد أو ذاك فالسيادة للشعب يعني أن آخاد هؤلاء الناس يمتلكون السيادة ويمتلكون الحق في تقرير مصيرهم عبر انتخاب الحاكم الذي تجري على أيديه مصالحهم حتى حقه في الهندسة الداخلية لبيته إلا أن يستأذنهم على خلاف الحريات البديهية الفطرية العقلية الإنسانية الإلهية الثابتة للإنسان بالبداهة الإنسان إذا في داخل داره سلب حق تقرير أو ضعي هناك مثلا آب يقول لابنه ما لك حق أنه على سبيل المثال تتنفس في هذه الغرفة بهذه الطريقة بطريقة أخرى تنفس الشهيق والزفير العميق لا يحق لك قانون هكذا أو لا يحق لك أنه تدخل إلى غرفتك باليوم خمس مرات مرتين أو أي قانون آخر هذه قوانين في بلادنا أكثر سخافة من هذه الأمثلة التي الآن ذكرتها بالنسبة إلى مقنن في الدار من البديهيات أن الناس يمتلكون حق تقرير مصيرهم لكن البديهيات في هذا الزمن وفي زمن الطغاة تسحق تحت الأقدام الكثير منها إذن الشعب يعني آخاد الناس هل الشعب هو اللي قاعد يوكل هذا الحاكم أو يستأجر أو يمنحه الولاية إن قلنا بأن له القدر على أن يمنح الآخرين الولاية على نفسه أو درجات منها احتمال الاحتمال الآخر أن الطرف في التعاقد هو الأمة يعني السيادة والأمة ما هو الفرق الفرق هو أن الشعب كما ذكر يعني آخاد الناس أما الأمة فهي شخصية اعتبارية هي شخصية معنوية هي كالروح العامة السيالة في جسم هذا الشعب والشعوب السابقة والشعوب اللاحقة يعني عندما نقول الأمة الإسلامية احنا ما قاعد نقصد الناس الموجودين الآن في هذا البلاد وأنه نقصد مجموعة الناس مجاميع الناس وجماهير الناس اللي كانوا واللي هم الآن موجودين واللي سيأتون في المستقبل عندما نقول الشعب العراقي مثلا أو الشعب المصري أو أي بلد آخر المقصود به هذا الشعب الحي الحاضر اللي يمشي في هذا البلد لكن عندما نقول الأمة الأمة إشارة إلى معنى قانوني إلى شخصية اعتبارية تربط الماضي بالحاضر بالمستقبل في الأمة تتلاحم الأجيال أما الشعب المراد هذا الجيل الموجود حاليا أو الجيل الموجودين حاليا انتهى الأمر مثال آخر للتوضيح مثل العائلة عندما نقول العائلة الفلانية هل نقصد خصوص الناس الأحياء من هذه العائلة لا العائلة هذا الرمز إذا قد قد تكون عائلة مقدسة فترمز إلى العائلة بشكل عام الماضين منهم والموجودين واللي سيأتون إن شاء الله وقد تكون عائلة شريرة وقد تكون عائلة عادية عندما نطلق عبارة العائلة الفلانية أو العائلة بما هي إذا لم تكن هناك قرينة على إرادة خصوص الأحياء منهم فهذا مثل الماركة عندنا ماركات مسجلة الآن في الشركات عندما تكون هناك ماركة معينة أو اسم معين للشركة المعينة فهذا الاسم يرمز إلى الماضي والحاضر والمستقبل وكذلك العشيرة وكذلك ما أشبه ذلك من هذه الألفاظ إذن الأمة تعني مجموعة الناس الذين كانوا وعاشوا قبل ألوف السنين والحاضر الآن والذين سيأتون في المستقبل حسنا في التعاقد بين الناس وبين الحاكم هذا الحاكم قاعد يمثل من يمثل الشعب أم يمثل الأمة كل الاحتمالين مطروح لكن ما هي الفوارق فليكن ممثلا للشعب فليكن ممثلا للأمة ما هو الفرق الفرق كبير وكبير جدا علماء القانون والقانون الدستوري وفقهاء الدستور ذكروا فوارق عديدة بين هذين الاثنين هكذا ذكروا على مناقشة لنا في بحثهم ستأتي إن شاء الله إذا قلنا بأن السيادة للشعب معنات أن هذا الشعب ينتخب هذا الحاكم أو هذه الحكومة أو الهيئة الحاكمة فإذا كان الشعب هو الذي ينتخب فإنه يستطيع أن يعزل هذا الحاكم فإنه هو وكيلي أو هو أجيري أو هو مثلا في عقد مستأنف طرف التعاقد معي أما إذا قلنا بأن الشخص المنتخب هذا الحاكم أو هذه الحاكمة أصبحت ممثلة للأمة بعد الشعب لا يستطيع أن يعزلهم يعني خرجت من صلاحيات الشعب يعني كأن الأمة الآن لها تجسيد في هذا الشعب هذا الشعب عن طريق يعني باعتباره لسانا للأمة وناطقا باسم الأمة انتخب هؤلاء الحكام انتخبهم لكي ماذا يكون لكي يمثلوا وينوبوا عن الأمة الأمة هي فوق الشعب فلا يستطيعون أن يعزلوهم على الأطلاق هكذا يقول فقهاء القانون أنه ما دام أن السيادة للأمة شغل الشعب فقط أن يحدد الذين يمثلون الأمة فإذا مثلوا الأمة ارتفع مستوهم أكثر لأن الأمة مستوها فوق مستوى الشعب فهنا صلاحية الشعب تنتهي إذن هذا فرق من الفوارق نظير هذه الفكرة الذين يقولون بالولاية الفوقية يعني السماوية أو الإلهية أو ما أشبه ذلك حتى إذا يدخل الانتخاب في الوسط لكن يقول ما دام هذا قد أضحى وكيلا أو نائبا عن الله أو عن نواب الله وخلفاء الله سبحانه وتعالى فالناس بعدما يقولون يعزلو وهذا البحث بالذات سيأتي إن شاء الله هكذا يذكر علماء القانون يذكرون فوارق عديدة إذا كان الحاكم أو الحكام وكلاء من قبل الشعب أو كانوا وكلاء من قبل الأمة ست فوارق أو سبع فوارق أو أقل أو أكثر تذكر لذلك الفارق الأول الذي يذكرونه أنه إذا كان الحاكم وكيلا أو أجيرا للشعب فإن آحاد الشعب لهم الحق في الانتخاب لا تستطيع أن تستثني واحدا من الشعب أما إذا كان الشعب مو هو مصدر السلطة مصدر السلطة الحقيقية هو الأمة وإنما الشعب يريد أن يحدد من هم نواب الأمة يعني بنحو العلة المحدثة له الحق وليست له الصلاحية بنحو العلة المبقية إذا كان هكذا فيقولون علماء الفقه الدستوري يقولون بأنه مو بالضرورة آحاد الشعب يشتركون في عملية الانتخاب وإنما النخبة أو يحددون من أصحاب الثروة واللي يدفعون الضرائب ومن أصحاب الكفاءة والأهلية لأن هؤلاء هم اللي يجسدون روح الأمة ولهم صلاحية تجسيد روح الأمة مو الشعب عامة هذا فرق ثاني أما إذا قلنا بأن الشعب هو الذي يحدد له إذا عدنا مليون فعدنا مليون صوت وعدنا مليون رأي وكل واحد عنده جزء من مليون جزء من الحق الفارق الآخر الذي يذكره العلماء القانون يقولون بأنه إذا كانت الهيئة الحاكمة منتخبة يعني تمثل أي سموها السيادة التمثيلية بإصطلاح آخر إذا كانت ممثلة للأمة فالشعب عنده إذن لا يستطيع أن يعزلها إذن الفوارق نقولها بالتدريج واحدة واحدة أولا الشعب بأكمله له صلاحية الانتخاب لو قلنا أن التمثيل للشعب ويسموها الوكالة الإلزامية ولكن لو قلنا الوكالة من قبل الأمة والتمثيل من قبل الأمة فليس الجميع ممن يستطيع أن يشارك في الانتخاب وإنما النخبة فقط واحد اثنيا يقولون بأنه لو قلنا بأن التمثيل تمثيل عن الأمة فالانتخاب يكون واجبة الآن البحث موجود في دول العالم اللي الانتخاب واجب أو جائز يعني حق من حقوق الناس لهم أن يسقطوه أو الانتخاب واجب لازم يشاركهم فقهاء القانون يقولون لو قلنا بأن السلطة منبع السلطة الأول والأخير هو الشعب فالإنسان يستطيع أن يسقط حقه له حق أن يشارك في الانتخابات وليس بمحرما أن يترك لكن إذا كان يريد يحدد هذا المنتخب وهؤلاء الناس النخبة منهم أو عامتهم ممثل الأمة فهذا واجب لأن الأمة روح سارية فوق الشعب ولها شخصية اعتبارية لا يمكنك أن تفرط في حق الأمة تقدر أن تتفرط في حق نفسك تتخلى عن حق نفسك لكن ما يمكن أن تتخلى عن حق الأمة هذا الفرق الثاني الفرق الثالث كما ذكرنا في العزل واللاعزل ممثل الأمة لا يعزلون ممثل الشعب يعزلون الفرق الرابع حق الرقابة ممثل الشعب للشعب عليهم حق الرقابة هذا ممثل الشعب وكيل الشعب أما ممثل الأمة ليس للشعب عليهم حق الرقابة لأن هذا ممثل جهة أعلى جهة عليا الأمة ذاك المعنى القانوني أو الشخصية القانونية أو الحقوقية العليا هذا أيضا من الفوارق الفرق الآخر الذي يذكرونه أنه في الانتخابات كما تعلمون هناك دوائر فكل دائرة ينتخبون عشرة أشخاص أو خمس أشخاص أو شخص واحد حسب التقسيم الجغرافي في ذلك البلد فهذه الدائرة وفرضوا مثلا كربلاء وفرضوا النجف وفرضوا سامراء وفرضوا القاظمية أو أي بلد آخر الذين انتخبهم أهالي كربلاء هؤلاء يمثلون أهالي كربلاء أم يمثلون أهالي العراق بأجمعه أو في مصر أهالي القاهرة أو الإسكندرية أو غيرها انتخبوا فهل المنتخب والممثل هذا ممثل عن دائرته الانتخابية أم وكيل ويستطيع أن يتحدث باسم الشعب كله يقولون هنا أيضا الفرق يظهر أنه إذا كان الوكيل وكيلا عن الشعب فهنا يكون خاصا بالدائرة الانتخابية لأن أهالي كربلاء انتخبوا أهالي القاهرة انتخبوا أهالي أفرضوا في منطقة انتخبوا أهالي الخرطوم انتخبوا فرضا فهنا هو خاص بتلك الدائرة لكن إذا كان الانتخاب في الواقع بنحو العل المحدثة لتحديد نواب الأمة فهؤلاء المنتخبون يسمون على الشعب كله يعني ممثل الممثلون الذين انتخبهم أهالي كربلاء سيكونون ممثلين عن الأمة فينفذ حكمهم على الشعب بأكمله وصوتهم يكونوا نافذا على الجميع هذا أيضا فرق من الفروق التي تذكر نحن نقرأ بشكل موجز نص من النصوص القانونية في هذا الحاقل وهذا البحث في علم القانون بحث طويل واستغرق ربما العشرات من السنين أو الأكثر إن لم نقل المئات ما أدري المئات لكن عشرات من السنين في تحديد هذا الموضوع طبعا من الواضح لديكم ليش نتوقف توقفنا عند هذا البحث لأن الضغاة عادة يعتبرون أنفسهم ممثلين لجهة عليا ما يعتبرون نفسهم في قرارة أنفسهم ممثلين للشعب وإنما يقول أنه ممثل لجهة عليا هذه الجهة العليا ما هي قد تكون الأمة ولذا تشوفون الضغاة يحيون الأكاسرة والأباطرة والفراعنة والشاخات ليش يعني ليش السياسة الاستبدادية والاستعمارية في مصر تركز على إحياء الفراعنة رغم أن القرآن الكريم يهاجم بشكل صريح وواضح وليس في مكان واحد أو أكثر فرعون وهامان وجنودهما ليش الشاخ كان يحيي الشاهن شاهية لأنه يريدون أن أمثل الأمة ليس أن أمثلكم أنتم فأنا رأيي وحكمي نافذ عليكم جميعا هنا فلسفة تكمن يعني ليس مجرد بحث نظري وإنما هو بحث عملي واقعي هؤلاء الطغاة يحيون تلك المآثر ليس قربة إلى الله كما هو واضح ولا قربة إلى الشعب وإنما قربة لأخوائهم لتكريس سلطاتهم لاحظوا هذا النص القانوني يقول وإذا كانت السيادة للأمة فإن تمثيل الأمة حق يقتصر على المواطنين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط التي ينظمها الدستور مثل دافع الضرائب أو أصحاب الكفاءات عبارة أخرى يضع مبدأ سيادة الأمة الأمة فوق الشعب الذي يفترض فيه خدمتها ولذلك فإن الانتخاب حسب هذه النظرية هو واجب ووظيفة أكثر منه حق بعد ذلك اللطيف ينقل أنه في المادة الثالثة من الدستور الفرنسي عندما حاولوا أن يجمعوا بين الكلمتين فيعتبر هذا تناقض يقول الدستور هكذا نص أن السيادة القومية أي سيادة الأمة تستقر في الشعب يقول من خلال الجمع بين النقيضين في صيغة واحدة إذن هذه فقهاء الدستور أو قسم منهم على الأقل يعتبرون حق الشعب وحق الأمة في تناقض في طرفين نقيض عبارة أخرى ولا تخضع السيادة القومية أي سيادة الأمة لأية رقابة من قبل الشعب لأنه هذه ولاية من فوق وخاصة الاستفتاء والرقابة على دستورية القوانين والعبارات في هذا الحاقل كثيرة نكتفي بهذا المقدار إذن هذا بحث لكن نحن نستظهر أن هذا الكلام بمجمله غير تام يعني هذا البحث القانوني الذي دار لمدة العشرات أو المئات من السنين واللي البعض يعتبره الآن بحث نظري وإحنا أشرنا إلى أنه بحث عملي إلى أبعد الحدود قد يكون بحثه بحثا نظريا في بعض البلاد لكن في بلادنا البحث بحث واقعي حقيقي هذه الأسرة المالكة تعتبر نفسها تمثل الأمة ما تمثل هذا الشعب بذا ما تخضع لهذا الشعب إن لم تعتبر نفسها مثلة للإلاخ هذه الأسرة هكذا تتعامل هذه الأسرة أو تلك الأسرة أو هذا الحاكم أو ذلك الحاكم يرون أنفسهم وكلاء أو نواب أو معينين من قبل تلك الشخصية الحقوقية القانونية العامة المهيمنة على هذا الشعب فصلاحياتهم لا تخضع للحدود التي يحددها الشعب لهم نحن نقول هذا التفريق الذي ذكره علماء القانون في غير محل وغير تام ونختصر الإجابة على هذا الموضوع نقول أولا من قال لكم بأن هذا الشخص أو هذه الجهة لو فرض أنها أضحت ممثلة من قبل الأمة أن الأمة قد عينتهم بلا حدود يعني يعني عينتهم بدون صلاحية للعازل أنت افترضت أنه ما دام هؤلاء أصبحوا ممثلين عن الأمة فلا يحق عزلهم من قال لك من قال أن ممثل الأمة الأمة اللي هي الشخصية الاعتبارية قد أعطته سلطة بلا عزل من قال لك بأن الأمة أعطته سلطة بلا حق للرقابة من قال لك بأن الأمة قد أعطت الحق في الانتخاب وتحديد ممثليها لبعض الكفاءات للكفاءات اللي تدفع الضريبة أو ما أشبه وليس لعامة الناس أول من قال لك هذا أول الكلام هذا مصادرة ثانيا إذا كانت الأمة عبارة عن مجموعة الشعوب الماضية والحاضرة والمستقبلية فكيف والموجود باليد هو هذا الشعب فكيف يعني بأي مجوز وبأي حق قانوني أو عقلي أو عقلائي تحصر صلاحية الأمة في بعض الموجودين منها إنما العقل والحكمة تقتضي أن تكون هذه الصلاحية لأنه الشعوب السابقة ليست موجودة الآن الشعوب اللاحقة ليست موجودة لكن الشعب الحالقه موجود فالميسور قاعدة الميسور لا يترك بالمعسور اللي هي قاعدة عقلية تقتضي شنو؟ تقتضي أن يكون عامة الشعب لهم الصلاحية مو بعض الشعب قانون الحكمة بتعبير آخر يقتضي أن يكون عامة الناس لهم الحق في العزل والرقابة وما أشبه ذلك هذه أيضا جهة ثانية ما فيها كلام في ذلك وبتعبير آخر نقول بأن هذا الحاكم يريد أن يتصرف في آحاد الشعب في أموالهم في أعراضهم في نفوسهم وهذا الشعب عندما لو فرض بأنه جعله وكيلا من قبل الأمة لكن الفرض هم أيضا جزء من أجزاء الأمة فكيف تعزل جزءا دون جزء وتحدد جزءا دون جزء آخر هذا أيضا من جانب وأيضا هناك بعض المآخذ الأخرى على هذا الكلام نتركها للبحث القادم إنما نقول في نهاية الحديث والكلام بأن هذه الصلاحيات الموجودة للحاكم سواء كانت ممنوحة له من قبل الأمة والوكالة كانت تمثيلية أم كانت وكالة إلزامية فإن هذه الوكالة مقيدة بحدود التوكيل ولا فرق بين الأمة وبين الشعب فيما إذا كان موكلين في أن مقتضى الحكمة أن تكون هذه الوكالة مشروطة وليست مطلقة بالشروط التي أشرنا إليها أنه يعزل إذا خالف أنه يجب أن يمثل آراء الناس المنتخبين له أن يكون مراقبا وغير ذلك يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعادل أن الله نعم ما يعظكم به أن الله كان سميعا بصيرا سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا أن تحكموا بالعادل هنالك مجموعة من الأسئلة التي وردتنا سنجيب على بعضها المقدار الذي يتسع له الوقت بإذن الله تعالى بإيجاز وباقتضاب أو بتفصيل على حسب ما يسعنا الوقت وعلى حسب نوع السؤال وعلى حسب أن هذا المبحث سنفرد له حيزا خاصا من البحث في المستقبل أم نكتفي فيه في هذه العجالة سمحت السيد هل ترون الولاية المطلقة للفقيه بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة إلى هذا السؤال وهو ما هو الرأي حول ولاية الفقيه نقول البحث حول ولاية الفقيه بحث مترامي الأطراف وسنفرد له بإذن الله سبحانه وتعالى في المستقبل مباحث خاصة لو وفق الله لكن نقول الآراء كما تعلمون مختلفة المشهور من فقهاء الشيعة الإمامية على مر التاريخ لم يكونوا يقولون بالولاية المطلقة للفقيه وإنما في مدى خاص معين الشؤون أو الأمور الحسبية إذن رأي المشهور أن لا ولاية مطلقة للفقيه هذا رأي رأي آخر الذين يقولون وهم الأقلية بولاية بولاية الفقيه المطلقة وأيضا الإطلاق على درجات والقائلون بالولاية المطلقة على أقسام هذا له بحث مفصل أيضا هؤلاء بين من يقول بالولاية المطلقة للفقيه الواحد ومن يقول بأن هذه الولاية موجودة لهيئة اعتبارية يعني موكلة إلى هيئة اعتبارية هي شورى الفقهاء المراجع فالولاية بتعبير آخر هي لأكثرية شورى الفقهاء رأي آخر من الآراء كما هو واضح أن الولاية هي لعدول المؤمنين الآراء متعددة بين ناف ومثبت وبين مفصل على أنحاء من التفصيلات نبحثها إن شاء الله في المستقبل في الأحداث الأخيرة برزت مواقف إيجابية لبعض الجيوش تجاه حركة شعوبها التحررية لكن ذاكرة شعوب بلاد المسلمين ما زالت مليئة بأحداث الانقلابات العسكرية وتداعياتها السلبية على بناء الدولة وعوامل استقرارها برأي سماحتكم كيف يمكن تحديد الإطار القانوني لحركة الجيش في دائرة الدولة وما هي طبيعة علاقته بالحكم والشعب في الدولة الدينية أو العلمانية هذا السؤال سؤال جدا هام حول الجيش وأنه ما هو موقع الجيش في الدولة سواء كانت إسلامية أم ديمقراطية علمانية أم دينية ما هو موقع الجيش الموقع الجيش موقع حساس جدا يعني ما هو موقعه القانوني والحقوقي وما هي صلاحياته وأيضا السؤال حول كيف يمكن تحييد الجيش الآن تعرفون في هذه البلاد بمختلفها الجيش كثيرا ما يكون البعبع الذي بسببه الحكومات تكبل تكبل الناس وتوقعهم في أشد الضيق والظنك هكذا الوضع لكن أحيانا الجيش ما يكون كذلك يعني الجيش يحتل موقعه الطبيعي لاحظت في بعض البلاد الجيش وقف على الحياد من مظاهرات الدعوة السلمية وإضراباتهم المطالبة بحقوقهم ما هو موقع الجيش هذا البحث في تصور العبد الفقير بحث هام إلى أبعد الحقوق ومع الأسف لم أجد من بحث هذا البحث من وجه نظر دينية وإسلامية بالشكل المفصل وبإذن الله سبحانه وتعالى حول هذا الموضوع أنه من الناحية القانونية والحقوقية من وجهة نظر عقلية والدينية ما هو الموقع القانوني للجيش كيف يجب أن يكون الجيش في علاقته مع الحاكم ومع الناس هذا البحث إن شاء الله رح نتكلم عنه بالتفصيل سماحة السيد في خضم حركات التغيير التاريخية الكبرى التي تشهدها العديد من البلدان وأحداث الطبيعة التدميرية التي أصابت البشرية بالدهشة والحيرة حتى تساءل المؤمنون يا ترى هل هذا هو زمن ظهور الإمام الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه وفي السياق نفسه غالبا ما ينقدح إلى أذهان الناس سؤال على قدر كبير من الأهمية وهو هل من الممكن للعباد تقريب هذا الظهور العظيم هذا السؤال في الواقع سؤال صعب جداً وسهل في الوقت نفسه أنه هل نعيش عسر الظهور في هذه الأزمنة لأنه كثير من الناس يشوفون هناك أحداث تجري وحكومات تتساقط وتتهاوى وزلازل تحدث هنا وهنالك وفيضانات وإعصارات وتسونامي وغير ذلك وحوادث شتى مختلفة وظهور أشخاص وانطفاء حكومات أو شعلة حكومات أو جماعات فهل نحن يعني قراءة كثيرة قد تذكر على أننا في عسر الظهور إنما الحديث أيضاً هذا حديث مترامي على الأطراف لكن نقول بأنه كما في الرواية كذب الوقاتون لا يجليها لوقتها إلا هو الساعة يوم القيامة لا يجليها لوقتها إلا هو كذلك ظهور المنقذ من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم المهدي المنتظار ظهوره لا يعلمه الناس ولا يستطيع شخص أن يحدد إنما هناك علامات وهذه العلامات كما هو واضح وثابت تدريجية الحدوث بعض العلامات حدثت قبل ألف سنة أو أقل أو أكثر بعض العلامات حدثت قبل ذلك بعض العلامات حدثت ربما في هذه الأزمنة ربما تحدث في المستقبل العلامات من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل علامات الظهور تدريجية الحدوث يعني ربما هذه العلامات تتوزع على مدى مليون سنة والله أعلم ربما على مدى ألف وخمسمائة سنة ربما أقل ربما أكثر من ذلك ما هي الحكمة في تدريجية العلامات الحكمة قد يكون من وجوه الحكمة أن الله أراد أن يكون الأمل في النفوس جذوة الأمل لا تطفأ في النفوس أراد أن يكون الأمل حيا في الضمائر إذا العلامة كانت علامة واحدة والناس ما شافوا تلك العلامة إلى أن يحين وقتها فما يكون هناك أمل أما إذا جاءت علامة فالأمل يتجدد في النفوس إذا تجدد الأمل كل يحاول أن يهذب نفسه بشكل أفضل أن يقرب نفسه إلى طاعة الله أن يقترب من طاعة الله أن يبتعد عن معاصي الله سبحانه وتعالى أن يعمل لخدمة الدين وللدفاع عن شريعة سيد المرسين أكثر فأكثر حتى يكون هو من الذين يرتضيهم الأمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في جنوده الحواريون ثلاثمائة أو ثلاثة عشرة آلاف وبعدهم أيضاً أكو رقم آخر عشرة آلاف قد يكون هذا الإنسان منهم لكن إذا واحد ما عنده أمل لا يحدث في عامة الناس ذلك الاستعداد والتهيئ مثال مثل واحد له غائب فإذا ماكو خبر عن الغائب بالمرة ابن غاب في حرب واختفى بمرور الزمان إذا لم تأتي علامة منه ييأس خلص ويبني على العدم لكن إذا أجت علامة يحتي فيه الأمل يعرف ابن حي ثم بعد ذلك ماك هذا أن ييأس حتى جاءت علامة ثانية فالأمل يبقى حياً في النفوس ولهذا البحث تفصيل إن مع الإنسان أن يكون مستعداً للظهور دائماً لأنه أيضاً أكو في الرواية إن الله يصلح أمر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في ساعة الساعة المراد بها الساعة اللهوية الساعة اللهوية يعني الفترة من الزمن قد تكون ثانية قد تكون يوم لأنه شنو أن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد الأمور فإذا رأى من عبيده هنا موعظة مهمة لي وللناس عامة موعظة إلهية أن الله سبحانه وتعالى لو رأى من عبيده الانقطاع إليه والتضرع والعبادة والتحجد وتهذيب النفس وخدمة الدين والناس إذا الله رأى من عبيده ذلك لعله يشملهم بنفحة من نفحاته فيعجل الفرج ولذا إحنا دائماً نقرأ هذا الدعاء اللهم عجل لوليك الفرج يعني شنو عجل لن هنا لوح المحوة الإثبات فالله سبحانه وتعالى لو رأى منه الإعدادة والاستعداد فإنه قد يقرب ذلك أما إذا رأى منه مثل أفرضه حاكم يريد أن يبعث شخص مندوب إلى جماعة إلى عشيرة للإصلاح بينهم إذا تلك العشيرة متلهفة متطلعة متطلبة الحاكم طبعاً رح يعطي أولوية لذلك أما إذا العشيرة يجري ما يديرون بال ما رح يبعث لهم ما عندهم قابلية ينشغل بأسئوليات أخرى هذا المثال للتقريب والمثال يقرب من جهة ويبعد من جهة وللحديث تفصيل في وقت آخر إن شاء الله سماحة السيد سماحة السيد مثلما تعقدت الحياة ومتطلباتها تعددت في الوقت نفسه وسائل الطغاة في قهر الشعوب واستعبادها برأي سماحتكم ما هي مسؤولية الناس الشرعية والعقلية في مواجهة الطغاة وما هي سبل النجاح في تلك المواجهة التي عادة ما تكون مصيرية ودامية هذا السؤال في الواقع أيضا سؤال مترامي الأطراف لكن باختصار السؤال ما هي مسؤولية الناس في مواجهة الطغاة واضح المسؤولية واضحة عقلا وشرعا الآيات القرآنية الكريمة والروايات الدالة على وجوب الأمر المعروف ووجوب النهي عن البنكر هي بالمئات أو بالألوف يعني مجموعة الآيات والروايات قد تكون بالألوف الأمر المعروف واجب النهي عن المنكر واجب أمثال هذه الرواية لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر مو بس المنكر اللي يصدر من صديقك المنكر اللي يصدر من الحاكم بشكل أولى لأنه منكر أشد نقرة وأشد تأثيرا وأكثر تخريبة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فلتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر وإلا ليسلطن الله عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم إذن والعياذ بالله الواجب في مواجهة الطواغيت الآن المعروف أنه عن المنكر بمختلف السبل الشرعية والعقلائية الإعلام من الطرق الاعتصام من الطرق المظاهرات السلمية من الطرق الإضرابات من الطرق العصيان المدني السلمي من الطرق الطرق كثيرة لكن على الإنسان أن يكون في ذلك يتوخى رضا الله سبحانه وتعالى والدفاع عن المظلومين أن هؤلاء الطغاة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب هؤلاء أسخط وألباري سبحانه وتعالى فيجب على الإنسان أن يتصدى بأي طريقة عقلية أو عقلائية أو عرفية ممكنة عن طريق الشبكة العنكبوتية عن طريق المقالات الدراسات البحوث عن طريق الصداقات الدولية مع أية جهة مخلصة يتعاون لأجل أن يقف أمام هذا الطاغية أو هذا الطاغوت أيضا عن طريق الحوار لكن الحوار الحقيقي الذي تسنده القوة الجماهيرية وليس الحوار الذي يراد منح خداع الناس والمماطلة لكي تخبوا جذوة تلك المظاهرات وذلك الحماس والحاكم يعود من جديد يمارس سلطاته غير الشرعية سيدنا الجليل هناك من يرى أن بلاد المسلمين ليست من البلاد المتخلفة بل إنها أصبحت خارج منظومة التنافس مع الدول المتقدمة وهو مما يؤلم كل مؤمن غيور على دينه الذي شيد دولة الإيمان والحرية والفضيلة والرفاه إبان حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ووصيه أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه أزكى صلوات المصلين والسؤال برأي سماحتكم ما هي أسباب التخلف وما هي سبل الإنعتاق منه هذا السؤال أيضا سؤال جدا مهم واستراتيجي وحساس وهو أن التخلف تخلف هذه الأمة من أين نشأ ومن أين ينشأ ومن أين ينبع والحديث يحتاج إلى تفصيل إنما أقول بأنه السيد الوالد رحمة الله تعالى عليه والكثير من العلماء والمفكرين كتبوا العديد والكثير من الكتب حول هذا الموضوع منها كتاب الصياغة الجديدة لعالم الإيمان والحرية والرفاه والسلام للسيد الوالد الله يرحمه وكتب أخرى كثيرة مثل طبيعة الاستبداد يجدها المتتبع والباحث من أين ينشأ التخلف أول منشأ للتخلف هو الجهل الإنسان الجاهل بطبيعته متخلف الإنسان العالم علمه نور هذا النور يرشده إلى سبل التقدم ولذلك السيد الوالد رحمة الله تعالى عليه كان كثيرا ما يستشهد بهذه الآية الشريفة ولقد آتينا إبراهيم رشته الرشد الفكري اللي هو من مصادق الرشد هذه عطية يمتن بها الله سبحانه وتعالى على واحد من أفضل أنبيائه ولقد آتينا هذا الجمع ضمير الجمع للتعظيم والتفخيم ما قال الله ولقد آتيته مع أن الله هو الذي قد آتا لكن عندما يستخدم هذا الضمير يفيد التفخيم ولقد آتينا إبراهيم رشته إذن هذه عطية ومنحة ومنة إلهية ما هي تعطى للأفضل فالأفضل فالأفضل إذن التخلفه سببه الأساسي هو الجهل ولذلك الاستعمار والاستبداد يعني المستعمر والمستبد كلاهما يحاولان أن يبقيا الناس على جهلهم الإضاعات التلفزيونات الصحف في ذلك البلد اتجاهها اتجاه واحد يعني رأي الحاكم يجب أن يصل لك أدلة براهينة تزويرا للحقائق أما المعارضة فمكممة الأفواح أما الآخرون فلا مجال لهم لكي يتحدثوا أو ينطقوا أو يعربوا عما في ضميرهم أو يكشفوا الحقائق لعامة الناس فإذن المفتاح الحقيقي لزوال التخلف هو العلم والمعرفة والتعلم والمزيد من العلم والمعرفة والتعلم إضافة إلى التقوى من الله سبحانه وتعالى لأن التقوى مفتاح اللطف الإلهي ولذلك يقول تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد